السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقسم العناصر الغذائية سنة تانية قلنا انها بتتقسم العناصر توليد الطاقة الحرارية في جسم الانسان يعني ايه عناصر توليد الطاقة؟ يعني اللي بتولد لطاقة حرارية يعني هتمد الجسم بالطاقة عشان يقدر يكمل نشاطه عشان يقدر يعمل العمل بتاعه والمجهود اللي بيعمله كل يوم زي ايه عناصر توليد الطاقة دي؟ قلنا زي المواد الكربوهايدراتية وزي المواد الدهنية ودايما المواد الكربوهايدراتية مهمة جدا في حياتنا عشان بتمدنا بالطاقة سواء كانت نشويات او كانت سكريات يعني ايه النشويات؟ النشويات قلنا زي القرز زي المكارونة زي البطاطا زي البطاطس الحاجة اللي بتحتوي على النشا والسكريات الحاجة اللي فيها حلويات السكر نفسه السكر الابيض اللي احنا بنحطه في الشاي في الحلويات بتاعتنا في العصاير في المشروبات وغيرها المربة بانواعها العسل الابيض العسل الاسود كل دي سكريات بتدخل الجسم وبتمدوا بالطاقة اللازمة ليه والعسل خاصة ان يجي الصبح كده اقولك اخد معلقة عسل نحلة على غيار الريق وانت ماشي الصبح ليه؟ هيمدك بالطاقة هيجدد النشاط والحيوية بتاعتك مش هتحس بالكسر والخمول على مدار اليوم ده بالنسبة للمواد الكربوهايدراتية طب المواد الدهنية هي ايه؟ قال المواد الدهنية قلنا بتنقسم الى دهون مشبعة ودهون غير مشبعة وقلنا ان هي بتنقسم بالزيوت سواء كانت زيوت دي نباتية او حيوانية الزيوت النباتية زي ايه؟ زي الزيوت اللي احنا بنستخدمها في القلب زيت الكتان، زيت عباد الشمس، زيت الزرة، زيت الزيتون اما بالنسبة ليه الحيوانية اللي هي الصلبة في درجة حرارة الغرفة اللي هي ما بتبقى السيلة زي الزيوت اللي هي ايه؟ اللي هي القشطة، الزبدة، السمنة البلدي، السمنة الصناعي وغيرها من المنتجات الاخرى اتكلمنا عن اهمية المواد الكربوهيدراتية لجسم الانسان وقلنا السعرات الحرارية بتاعتها اننا على مدار اليوم لازم ااخد اربعة سعر حراري من المواد الكربوهيدراتية علشان اقدر ابزل المجهود بتاعي اللي بابزله على مدار اليوم اتكلمنا عن فايدتها للجسم، اتكلمنا عن اعراض نقصها اتكلمنا عن عملية الهضم والتمثيل بتاعتها اللي بتبدأ من الفم ثم المعدة ثم الامعاء اتكلمنا بعد كده عن عنصر مهم جدا اللي هو عنصر النمو اللي مسؤول عن النمو بتاعك عن بناء الأنسجة وتعويض التالف منها لو انت أجريت عملية جراحية لو حصل كسر حصل شرخ أيا كانت الإصابة اللي انت أصبت بيها ايه هو عنصر اللي مسؤول عن النمو هنا هو عنصر البروتين اللي بيساعد على تجديد خلايا الجسم وتعويض التالف منها التقام الجروح بتاعتك لو حصل لك جرح يساعدك على التقام الجروح بشكل طبيعي قوي بيسرع من عملية التقام الجروح اتكلمنا بعد كده عن العناصر تنظيم العمليات الحيوية في جسم الإنسان اللي هي عناصر الوقاية اللي بتقيق من الأمراض زي ايه زي الأملاح المعدنية زي الفيتامينات بأنواعها زي عنصر الميا وقلنا ان عنصر الميا عنصر مهم جدا وحيوي في حياة الإنسان طولة جسم الإنسان ميا كل حاجة في حياتنا بيدخل فيها الميا العصير المشروبات الأكل حتى كب الميا نفسه لازم أننا أتناوله أو يكون موجود عندي في كل وجبة أنا بتناولها الأملاح المعدنية زي ايه قلنا زي الحديد زي الكاليسام زي الفوسفور زي اليود واتكلمنا عن كل واحد منهم بالتفصيل بداية من أهميته وصعرات الحرارية اللازمة وأعراض نقصه في جسم الإنسان اتكلمنا كمان عن الفيتامينات اتكلمنا عن فيتامين ألف وفيتامين دات اتكلمنا عن فيتامين بيه واحد وفيتامين بيه اتناشر المركب واتكلمنا عن فيتامين سي وقلنا أنه مهم جدا لجسم الإنسان خاصة في حالة الأمراض يقول لك خد يوسوفي خد برتقال خد ليمون خاصة في حالات البرد والإنفلونزا وبكده كنا أفلنا الباب الخامس بتاعنا اللي بيتكلم عن العناصر الغذائية في جسم الإنسان ووظائفها النهاردة موضوع حلقتنا بيتكلم عن أهمية تخطيط تخطيط الوجبات يعني إيه punk تخطيط الوجبات يا سانة تانيا تخطيط الوجبة اللي هي الأكل بتاعتي فطار غداء عشاء الأكل بتاعك تخطط له אيه طريقة التخطيط للوجبة بتاعتك ازاي دايما ماما في البيت تقول هناكل إيه على الفطار طب هناكل إيه على الغداء طب نعمل إيه على العشاء طب إيه بكرة سؤال كل يوم اللي كل الأمهات بتحتار فيه كل بيت مصري وغير مصري على بعض المكملات الغذائية اللي احنا لسه قيلين عليها دلوقت للعناصر الغذائية طبعا الوجبة على مدار اليوم الثلاث وجبات اللازم يكونوا مشتملين على كل العناصر الغذائية دي لكن الوجبة بتاعتي الوحدة مش هقدر ان انا احط في الفطار كل المكملات الغذائية بتاعتي لكن على مدار اليوم اقدر ان انا احطها في الثلاث وجبات سواء فطار او غدا او عشان كل وجبة من الوجبات دي مش بس لازم ان هي تحتوي على العناصر الغذائية اللي هتساعدك على الطاقة والنشاط وتخليك تقدر ان انت تبزل المجهود ده لازم كمان تبقى الوجبة دي تسد الجوع بتاعك تخليك توصل لمرحلة الشبع مش ان هي فيها كيمة غذائية عالية بكميتها قليلة ان انت محسيتش بالشبع انت كده يبقى ما عملتش حاجة لان عدد او كمية الطعام اللي دخل جوه جسمك مدكش الطاقة اللازمة والكافية ان انت تبزل المجهود بتاعك اللي متعارف عليه كمان الوجبة الغذائية بتاعتك لازم تساعد على الوقاية من الامراض ان انا اخد برتقالة بعد الاكل ان انا اشرب عصير ليمون اخد الحاجات اللي فيها فيتامين سي اللي هتسرع من عملية الشفاء وخاصة في ظل البرد في ظل الزمن اللي احنا او العصر اللي احنا متعايشين فيه ده اللي هو بيحتوي على العديد من الاوباء زي الكورونا لازم ان الوجبة بتاعتي تبقى متكملة من حيث العناصر الغذائية اللي موجودة فيها بروتين نشويات سكريات عنصر مية املح معدنية تحتوي كمان انها تكون كمية المية مناسبة ليا تسد الجوع بتاعي وتوصلني لمرحلة الشبع تقدر انها توصلني للوقاية من الامراض والتمتع بصحة جيدة وسليم طب ايه هي العوامل اللي عشان ااجي اعمل وجبة غذائية لازم احطها في اعتباري ما هي العوامل الواجب اعتبارها او اخذها في الاعتبار عند التخطيط الوجبة تخطيط الوجبة ان الوجبة بتاعتي فطار غدا عشاء يعني ايه فطار غدا عشاء الوجبة دي بتحتوي على ايه اول حاجة لازم الوجبة الغذائية بتاعتي تعطي الفرد الشعور بالشبع يعني كمية الاكل اللي انت تاكله ما تبقاش مغزية بس يعني ما تتغزاش وبقى فيها مكملات غذائية وكميتها قليلة فما توصلش لدرجة الشبع تاني حاجة ان الوجبة دي تكون مناسبة لسن الفرد يعني ايه لسن الفرد احنا قلنا ان الطفل بيبقى عبارة عن نطفة 9 جرام في رحم الام طب الطفل ده او الجنين ده بيتغزة ازاي من الاكل اللي الام بتاكله خلال فترة الحمل بتاعها طول ما هي حامل المفروض انها بتتغزة على عنصرين مهمين جدا وهم الحديد والكاليسام عشان ما تصابش بالانيميا وكمان ما تصابش في فقر الدم طول فترة الحمل بتاعها لازم امودها بالحاجة اللي هتديها كاليسام علشان العظم بتاعها ما يحصلش هشاشة في العظام لان الجنين وهو في رحم الام بيتغزة على اكلها لما الجنين بعد كده عند مرحلة الولادة المفروض ان الطفل هيبدأ يتغزة على لبن الام برضو بيستمد الغذاء بتاعه من الام بعد كده بيوصل لمرحلة البلوغ المراكة بعد كده كبر السن والشيخوخة كل مرحلة من المراحل دي وليها وجبة غذائية معينة ازاي؟ يعني انا لازم اننا الطفل او الشخص اللي هو كبار السن اديهم الاكلات اللي هي سهلة الهضم اللي يقدروا ياكلوها وما تصيبش المعدة بالتعب او الارهاق كمان بالنسبة ليه كبار السن لازم اننا اقدم لهم الوجبات اللي تبقى سهلة يقدروا يبلوها يقدروا يبلعوها خاصة ان مع كبر السن وفقدان عنصر الكاليسيون في الجسم الاسنان بتبدأ انها تتأثر فهيجي ياكل ما عندوش اسنان تقدر تساعده على مضغ الطعام شان كده لازم تديله الاكلات اللي هي سهلة البلع كمان ما ينفعش ان الاكلات بتاعتهم تبقى متحمرة في الدهون بكمية كبيرة انا ديهم الاكلات المسلوقة الاكلات اللي هي المشوية الحاجات اللي يقدروا يستمد منهم العناصر الغذائية اللي هتفيد جسمهم بعد كده كمان لازم ان الوجبة بتاعتهم بيبقى فيها كمية من السوائل وخاصة المية عشان احافظ على رتوبة الجلد على الجلد نفسه احافظ على الملمس بتاعه ما يبقاش الجلد بتاعي او البشرة بتاعتي جفة كمان عنصر المية بيمنع حدوس الامساك لانه بيسهل من عملية هضم الطعام المية كمان بتعالج مشاكل كتير جدا من مشاكل التغذية خاصة في كبر السن اللي بيصابه بالقحة كل ما تقدمه في العمر لو شرب كبية المية هتلاقي ان المية سهلت من العملية دي لانها بتعالج الرأتين او جهاز التنفسي كمان هتقلل من مستوى السكر العالي شرب المية الجديد لو عندك مستوى سكر عالي في الدم هتقلل من المستوى ده ضغط الدم المرتفع كذلك بيقلل كمان من حمد اسمه حمد اليوريك الحمد ده موجود في الدم اللي بيسبب خشونة العظام والمفاصل وغيرها خاصة مع كبر السن دلوقتي كمان بيلاقي الشباب يقول لك انا عندي خشونة في المفاصل انا عندي خشونة في الرجبتين كل ده بيجي من قلة الفيتامينات والاكلات الغذائية لان احنا بقينا بنعتمد بشكل كبير جدا عن الاكلات اللي هي الوجبات السريعة والمقبلات والحاجات اللي بتيجي من السوبر ماركت والشيبسيات والمواد الغذائية المشروبات زي الببسي والكولة وغيرها من المشروبات الغذائية الغذائية كل الكلام ده بيأثر على العظم على المفاصل حتى في الشباب بعد كده يا سنة تانية قال لي لازم الوجبة بتاعتي تبقى مناسبة لدرجة حرارة الجو ما تجليش في عز الحر وتهم خد الاكلات السخنة المسبكة التقيلة على المعدة اللي تخليك مش طيق حتى الهدوم اللي عليك لا طبعا انا هنا لازم اراعي درجة حرارة الجو سواء في الصيف او في الشتاء يعني على سبيل المثال في فصل الشتاء المفروض ايه الاصناف او الوجبات الغذائية اللي انا اتناولها خلال الفترة دي قال المشروبات السخنة الحاجة اللي تديني شعور بالدفء مش شعور بالبرودة كمان الحاجة اللي هي زي مثال العدس زي المحشي الاكلات الدسمة اللي احس فيها درجة حرارة جسمي بدأت تدفع على عكس الصيف الصيف المفوض اني باخد الحاجات الراطبة المشروبات المسلجة الحاجة اللي هترطبلي من درجة حرارة الجسم رابع حاجة لازم الوجبة الغذائية بتاعتك تبقى من نسبة لعداتك يعني ايه انت مثلا لو انت ممارس للتمارين الرياضية لعب كمال اجسام بتلعب رياضة ايان كان نوعها ايه هي دي عدتك اللي انت بتلعبها طيب الممارسات بتاعتك او العدل الغذائية بتاعتك في المرحلة دي بتبقى ازاي طبعا عارفين اني دايما لعب الكورة او اللي بيلعبه تمارين رياضية او ممارسة الرياضة بشكل عام ليهم اكلات واجبات معينة بياخدوا مكملات غذائية لازم ياخدوا عنصر الكاليسيا والحديد والاكلة بتاعتهم تحتوي على طبق الصلطة دي اساسي في كل وجبة المشروبات بتاعتهم بتبقى فرش دايما لازم يأكلوا الفواكه والخضار الطازجة والمطهية كمان ليه علشان تديهم الطاقة اللي هيقدروا يبزلوا بيها المجهود طول فترة الرياضة بتاعتهم علشان يقدر يمارس اللعبة بتاعتهم علشان يحافظ على الوزن والجسم المثالي خاصة في اللعيب اللي بيلعبوا على اوزان لازم يحافظوا على الوزن بتاعهم علشان يقدروا يكملوا المسيرة بتاعتهم ويوصلوا للمراتب اللي هم عايزانها يبقى احنا قلنا عندنا عدد من العوامل اللي المفروض احطها في اعتباري لما اجي خطط للوجبة بتاعتي سواء الوجبة دي كانت فطار او كانت غدا او كانت عشا اول حاجة منهم ان الوجبة دي لازم تساعد على الشبع كمية الاكل اللي انت بتاكله ما تبقاش كيمة غزائية بس ما تبقاش مغزية بس ما تبقاش بتحتوي على المكملات الغزائية وقليلة لا ده انا لازم تحتوي على المكملات الغزائية وفي نفس الوقت مناسبة للطاقة اللي انا هبزلها او المجهود اللي انا هبزله بعد كده قلنا ان هي لازم تناسب العدل الغزائية بتاعتي لازم ان الوجبة مناسبة لدرجة حرارة الجو سواء في فصل الصيف او في فصل الشتاء خامس حاجة يجب ان تكون متنوعة من حيث الالوان من حيث القوام من حيث الطعم من حيث طريقة الطهي يبقى الاكلة او الوجبة بتاعتك تتنوع من اكتر من شك اول حاجة من حيث الالوان الوجبة اللي محطوطة قدامي على المنددة او على مئدة الطعام المفروض يبقى فيه طبق سلطة يبقى موجود قدامي مية موجود قدامي عصير موجود قدامي رز موجود قدامي خضار لازم الاكلة او الوجبة تبقى متكملة من حيث الوانها أصفر وأخضر وأحمر زي طبق السلطة زي طبق الفكهة لما نيجي نعمل مثلا وجبة العتس على سبيل المسال وجبة العتس أنا دلوقتي العتس موجود قدامي على الصفرة لأحط جنبه جرجير أحط جنبه طبق سلطة أحط جنبه بصل أحط جنبه طماطف عصير لمون أو لمون نفسه كل دي حاجات بتساعد إن الشخص ده هيتفتح نفسه على الأكل لأنه لا يتنوع في الأشكال والألوان والأصناف متعددة قدامه كمان بتحتوي على العديد من المكملات الغذائية الوجبة موجود فيها بروتين هيبقى موجود فيها فيتامينات هيبقى موجود فيها أملح معدنية فبالتالي هتساعده إنه هو يفزل المجهود بتاعه اللي بيعمله على مدار اليوم بعد كده قال لي من حيث القوام يعني إيه القوام؟ قال لي الوجبة بتاعتي ما تبقاش كلها سويل بس ولا كلها حاجات صلبة بس على سبيل المثال الوجبة بتاعتي ما ينفعش إن أنا أحط شربة وحط جنب الشربة ملوخية وحط جنبها مية وحط جنبها عصير لا أنا المفروض الوجبة بتاعتي حطت ملوخية جنبها عيش جنبها روز جنبها العصير جنبها طبق الصلطة جنبها الخبز وخلافه يبقى الوجبة بتاعتي القوام بتاعها لا يبقى صلبة بس ولا يبقى سائل بس لازم فيه تنوع من حيث الألوان اتنين من حيث القوام التنوع كمان إيه في الوجبة بتاعتي سواء فطار أو غادة أو عاشا من حيث الطعم الأكل اللي أنا باكله حلو ولا حامض ولا ساخن يعني إيه حلو ولا حامض؟ ما حطش الأكلات بتاعتي كلها سكريات كلها حلو حط الجلي وحط روز بلبن وحط جنبها حلويات وحط كنافة هي دي وجبتي لا ولا ينفع أن أنا أحطها كلها أكلات سخنة بس ولا ينفع أن أنا أحطها كلها حاجات حمضة بس لازم يبقى فيه تنوع من حيث الطعم والوجبة اللي محتوطة قدامي ما تبقى السخنة بس ولا ملحة بس ولا كلها سكريات بس لازم تنوع بينهم كلهم عشان هي ياخد المكملات الغذائية اللي هتفيد جسمي وتمده بالطاقة بعد كده طريقة الطهن طبعا إحنا عارفين أنه عندنا طرق كتيرة جدا لطهي الطعام يا سنة تانية زي إيه برافو زي التسبيك ممكن أعمل الأكل بتاعي طريقته متسبك متحمر ممكن أعمله في الفرن ممكن أعمله مشوي ممكن أعمله مسلوق كل دي طرق في الطهي لازم أنا نوع بينها ما فضلش أكل كل يوم مسبك بس أو كل يوم مشوياب بس هشعر بالملل كل يوم نفس الأكل كل يوم ما فيه شلة ده لا طبعا لازم يبقى عندي تنوع من حيث الألوان قوام طعم طريقة الطهي بتاعتي بتاعة الأكل لازم يبقى فيها تنوع علشان الشخص ده ما يشعرش بالملل سادس حاجة من العوامل المفروضة حطها في اعتباري عشان أجي أخطة واجبة إن الواجبة دي تناسب الحالة الفيسيولوجية هي في حاجة اسمها الحالة الفيسيولوجية؟ أيوة في حاجة اسمها الحالة الفيسيولوجية اللي هي الفئات بتاعة المجتمع بتختلف من شخص لأخ الواجبة بتختلف من الشخص من المرأة الحامل للمردع، لكبار السن، للطفل الجنين، للطفل الرضيع كل دول وليهم واجبة غذائية معينة المفروض إن هي تتناسب مع العمر بتاعهم زي ما قلنا في الأول إن الواجبة الغذائية بتتناسب مع العمر كمان بتتناسب مع الحالة الفيسيولوجية إن كل فئة لها غذاء معين بيختلف في الشكل، بيختلف في اللون، بيختلف في القوام، بيختلف في طريقة الطه يعني أنا ما ينفعش إن أنا أجيب الطفل الرضيع ودي له أكل متسبك لأ، إحنا قلنا الطفل الرضيع بيفضل لحد عمر العام بيتغز على لبن الأم بس بعد العام أبدأ أديه الحاجات اللي هي سهلة الهضم اللي هو هيقدر يبلعها جزرية مسلوقة، بططساية مسلوقة، كسية مسلوقة وغيرها من الحاجات التانية كبار السن، أديهم الأكلاد اللي هي هتناسب سنهم برضو سهلة الهضم اللي مش هتخلي المعدة بتاعتهم توجعهم تمتلق بيها لأ، دهنا هتديهم أكلة كمية مناسبة من الطعام تحتوي على عناصر غذائية مناسبة لهم وفي نفس الوقت سهلة الهضم قال لي كمان الوجبة الغذائية تتناسب مع المجهود يعني إيه مع المجهود؟ يعني الموظف، المدرس، العامل، الطبيب، الطالب، ربة المنزل كل دي فئات عيشة جوة المجتمع هل الأشخاص دي كلها بيتغزوا بنفس الكمية من الطعام؟ لأ طبعا، كل فئة من الفئات دي ولها كمية الطعام معينة بتختلف بناء على إيه؟ قال لي على المجهود اللي بيقوموا بيه عندك رجل المرور اللي بيبقى موجود طول النهار في الشارع هل بيأكل كمية غذاء زيه؟ زي عامل البناء اللي طول النهار طالع ونازل شغال؟ قال لي لا هل زي الطالب اللي كله مهمته أنه يروح المدرسة ويروح بعدها على البيت؟ ربة المنزل اللي وقفة بس في المطبخ وليها علاقة بتربية أبناء زي الأم اللي هي موظفة وفي نفس الوقت شغالة في المنزل؟ لا طبعا كل حد أو كل شخص من الأشخاص دي وكل فئة منهم بتأخذ الكمية الغذائية من الطعام اللي بتتناسب مع المجهود بتاعها على مدار اليوم يبقى أنا هنا اتكلمت عن تخطيط الوجبة قلنا أن تخطيط الوجبات بتاعتي سواء فطار أو غداء أو عشاء لازم يبقى فيها المكملات الغذائية في نفس الوقت تسد الجوع بتاع الشخص أن هي تتناسب مع السن بتاع الشخص اللي قدامي تتناسب مع المجهود تتناسب مع الطاقة اللي بيبزلها الشخص ده تتناسب مع الحالة الفيسيولوجية سواء للمرأة الحامل أو لكبار السن تتناسب أنها بتسد حاجة الجوع بتاعي وفي نفس الوقت بتشعرني به الشبع تمانيا يجب أن تكون الوجبة الغذائية تحتوي على عنصر الميا والسوايا خاصة لما ييجي طفل يقولك إيه ده عنده جفاف جالوا منين أصلا عنده إسهال شربوا سوايا الكتير شربوا ميا كتير يديروا الحاجات اللي بتحتوي على الميا ليه؟ أولا الميا بتساعدك على الهض وتكلمنا عن عنصر الميا بالتفصيل في العناصر الغذائية لما تكلمنا عن الأملاح المعدنية بيعود العرق خاصة في فصل الصيف الناس بتعرق كتير من شدة ودرجة حرارة الجو بيحصل كمية عرق كتير التبول كل دي حاجات بتأثر على الجسم بتخرج في شكل عرق أو في شكل بول وخلافه فالميا هتساعد في الهض لما تشاب ميا كتير هيقلل من نسب الجفاف مش هيحصل لك جفاف الأمراض اللي بتتسبب من نقص الميا في الوجبات الغذائية ده طبعا كله هيقل يبقى عنصر الميا مهم جدا والسوايل في الوجبة الغذائية كوب الميا بالإضافة للعصير أو المشروبات اللي انت هتبدأ تشربها نلخص الكلام ده تاني ونقول إيه هي العواملiqué لو جلي في الامتحان اللي ما هي العوامل التي تساعد أو التي يجب أخذها في الاعتبار عند تخطيطك لأي وجبة غذائية هتقول عند تخطيط الوجبات الغذائية سواء الوجبة دي كانت فطار أو غداء أو عشاء يجب مراعات التالي أول حاجة أن الوجبة الغذائية بتسد حاجة الجوع بتاعتك يعني من كمية الغذائية اللي انت بتاخدها من الطعام تتناسب مع الكمية بتاعتك وتسد حاجة الجوع ما تبقاش مغزية فقط. تاني حاجة تتناسب مع المجهود بتاعك ان العامل او الموظف او ربط المنزل كل دي فئات داخل المجتمع لكل منها كمية من الغذاء تتناسب مع المجهود البدني اللي هي بتقوم به تالت حاجة ان لازم ان وجبة الغذائية بتاعتك تحتوي على عنصر المياه وعلى السواية. ليه? عشان تساعدك على الهضب. علشان تقلل من نسب الجفاف او تمنع اصلا الجفاف. تحافظ على رطوبة البشرة والجل هتمنع من حدوث العديد من الامراض اللي بيسببها نقص في المياه. كمان الوجبة الغذائية بتاعتي لازم تتنوع من حيث الالوان. ازاي? ان الاكل بتاعي يبقى فيه طبق سلطة فيه طبق فكهة. عندك الوان كتير في الاكل. ابيض وحمر وصفر واخدر وجميع الالوان. عشان تجذب الانتباه. لان دايما العين بتاكل قبل الفم. لما تشوف الاكل اللي قدامك والصفر شكلها حلو. نفسك هتتفتح. ده طبعا على النقيد. لو انت شايف ان الصفر اللي قدامك او الاكل ده مش كويس. او حتى رحته مش كويسة. او الشكل بتاعه غير لائك. انت حتى لو جعين مش هتقدر تاكل. من حيث القوام ماينفعش ان الوجبة الغذائية بتاعتي كلها تبقى سويل بس. ولا ينفع ان كلها تبقى حاجات صلبة بس. قلنا لازم ان الوجبة بتاعتي تحتوي على رز. تحتوي على خبز. تحتوي على ملوخية. تحتوي على مشروبات. عصاير. مية. لازم انوع بين الاتنين. في نسبة وفي تناسب. كوان من حيث ايه تانية سنة تانية. من حيث الطرق الطاهي. ان الاكل بتاعي ماينفعش امشي على نمط واحد طول عمري في الوجبة بتاعتي. ماينفعش ان الاكل بتاعي كله بقى متسبك. ماينفعش ان انا اكل كله مشوي. ماينفعش ان انا اكل كله يوم حاجة مسلوقة. لأ. انا لازم انوع الاكل بتاعي بين المسلوء وبين المشوي. بين المتسبك وغيره. علشان ما حسش به الملل عشان اقدر اكل ونفسي تتفتح على الاكل ايه تاني الوجبة بتاعتي لازم تتناسب مع ايه مع الحالة الفيسيولوجية بتاعتي يعني ايه مع الحالة الفيسيولوجية المرأة الحامل ما نفعش تاكل وجبات سريعة ما نفعش تاكل حاجات المصنعة اكلها كله الخضار والفكهة والحاجة الفريش الطبعية اللي هتساعد الجنين انه يمه بشكل طبيعي هتساعد الطفل بعد الرضاعة انه هو في خلال فترة الرضاعة أنه يمه بالشكل الطبيعي ما يصابش بأمراض لأن الأمراض في الفترة دي بتنتقل من الأم إلى الجنين لأنها عبارة عن أمراض وراسية كمان لازم أن الوجبة بتاعتي تبقى متناسبة مع السن أن الطفل الرضيع له وجبة معينة الجنين في رحم الأم بيتغذى بطريقة معينة كبار السن المرأة الحامل كل دي فئات في المجتمع بتتغذى بشكل أو بآخر تعالوا ننتقل لنقطة تانية ويا وسائل تخطيط الوجبات يعني إيه الوسائل أو الطرق والأساليب اللي بتنقسم إلى أربع حاجات إيه هما؟ ما جميع المجموعة الأولى اسمها المجموعة الغذائية الثلاثة اتنين المجموعة الغذائية الأربعة نموذج اسمه نموذج الطبق وآخر حاجة وهو المرشد الغذائي اليوم كل مجموعة من المجموعات دي قريبة من بعضها أو بتزيد في نقطة أو اتنين بس لكن كلهم بيصبوا في نفس المنبع زي ما بيقول اللي هو العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان تعالوا بنا كده نتعرف مع بعض على أول مجموعة معين زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا في ترابط بين الثلاثة عناصر اللي موجودين قدامنا اللي هما أغذية الطاقة وأغذية الوقاية وأغذية البناء هما دول المجموعة الغذائية الثلاثة المفروض أتغذى عليها والمهمين جدا لجسم الإنسان أول حاجة أغذية الطاقة اللي قلنا عليها عناصر توليد الطاقة الحرارية في جسم الإنسان هتمدك بالطاقة اللازمة للنمو هتمدك بالطاقة اللي هتديك أداء العمل والنشاط بتاعك زي ايه أغذية الطاقة دي اللي زي النشويات والسكريات اللي بتتحط تحت بند ايه سنة تانية برافو تحت بند المواد الكربوهايدراتية اللازمة لجسم الإنسان بحتاج منها كم سعر حراري؟ بحتاج منها أربعة سعر حراري يعني ستين في المية من احتياجات الجسم على مدار اليوم وطبعا الناسبة دي برضو بتختلف عن حسب وزن الجسم والمجهود اللي الشخص بيبزله ايه تاني من أغذية الطاقة؟ المواد الدهنية سواء كانت زيوت نباتية أو كانت دهون واللي قلنا عليها اللي هي المشبعة والغير مشبعة يعني السيلة في درجة حرارة الغرفة والصلبة حتى في درجة حرارة الغرفة طب يعني السكريات قلنا السكريات بتنقسم إلى السكر الأبيض السكر البني العسل الأبيض العسل الأسود اللي هو بيديني عنصر الحديد وبيمنع فقر الدم كمان اتكلمنا عن الحلويات بأنواعها أما النشويات زي ايه زي الأرز زي المقارونة زي الدرانات زي العجائن زي الفطاير وخلافه طب الجزء التاني من مواد الدهنية زي ايه زي إن زيوت النباتية سواء كان زيت الدرة زيت القلي زيت عبادي الشمس وغيرها من الزيوت اللي احنا قلنا عليها والحيوانية زي ايه زي الإشطاء زي الزبدة زي السمنة البلدي زي السمنة الصنوعي الدهون اللي بتبقى صلبة أو جمدة في درجة حرارة الغرفة تاني نمط عندي وهو أغزية البناء قلنا ايه هو البناء العنصر المسؤول عن النمو اللي هيساعدك ان انت تمه بالشكل الطبيعي الصحيح اللي هو ايه عنصر البناء اللي هو البروتين وقلنا بينقسم الى بروتين نباتي وبروتين حيواني بروتين النباتي زي ايه البوكوليات بأنواعها الفول والعدس واللوبيا والفاسولية والحيواني اللي حنب أنواعها البيضة والحمراء الطيور الأسماك بالإضافة للبن والزبادي والمكسرات كل دي حاجات بتساعد جسمك على النمو والبناء وتعويض الأنسجة التلفة تالت حاجة وهيه أغزية الوقاية ايه أغزية الوقاية قلنا أن هي العناصر تنظيم العمليات الحيوية في جسم الإنسان اللي هي ايه الفيتامينات الأملاح المعدنية الميا الألياف الخضروات والفواكه يبقى الأغزية الوقاية اللي بتساعدك على الوقاية من الأمراض اللي هتسرع من عملية الشفاء في حالة أن انت أصبت بمرض أو بآخر هتعمل ايه زي ايه أغزية الوقاية دي الخضروات بكل أنواعها الصفرة والخضرة الفواكه الفيتامينات زي فيتامين ألف اللي موجود في اللحوم واللي موجود في الكبدة بتاع الحوت وموجود فيه كبدة الطيور وغيرها زي فيتامين دال اللي قلنا بنستمد مصادره من نفس مصادر فيتامين ألف بالإضافة لأشعة الشمس أسهل حاجة الشخص ممكن يتعرض لها يقف تحت أشعة الشمس طبعا مش الحارقة في خلال فترة السيف من الصبح إلى ما بقبل الظهيرة لكن خلال الشتاء طول فترة اليوم عادي ما فيش أي مشاكل كمان بالنسبة لأغزية الوقاية من الفيتامينات خدنا فيتامين بي خدنا فيتامين بي 12 خدنا فيتامين سي اللي بيسرع برضه من عملية الشفاء في حالات البرد ويه الانفلونزي طيب الأملاح المعدنية زي ايه قلنا زي الحديد اللي هو هيساعدك على القضاء على فقر الدم على الأنميا داخل الجسد كمان عنصر الكاليسيوم اللي هيساعد العزام والأسنان وهيمنع تسويس الأسنان وتشوخها وأمراض الليسة وغيره زي عنصر ايه تاني اليود والفسفور طب احنا بنجيب عنصر اليود منين اللي عنصر اليود موجود في بعض الأملاح زي ملح بتاع النص موجود في الكتير من الأطعامة والأغذية اللي احنا بناكلها زي منتجات البحار بعد كده تاني مجموعة وهي المجموعة الغذائية الأربعة ايه المجموعة الغذائية الأربعة؟ بتتكون برضو من نفس المجموعة الغذائية الثلاثة بس هنضيف عليها مجموعة أخرى وهي منتجات الألبان أو المجموعة اللي هي أغذية الطاقة نفس الكلام اللي احنا لسه قالينه أغذية الطاقة بتاعتي بتنقسم إلى ايه؟ نشويات ودرنات زي النشويات أو الدرنات دي زي البطاطس زي البطاطا زي القلقاس ايه تاني؟ حبوب شعير ممكن يبقى رز ممكن يبقى أمح ممكن يبقى زورة العجائن الفطاير والخبز بأنواعه والكيك والبسكويت طب السكريات كل أنواع السكريات سكر أبيض سكر بني مربة بأنواعها عسل أبيض عسل أسود الحلويات بمختلف أنواعها ايه تاني من أغذية الطاقة؟ الزيوت النباتية زيت القطن زيت عبادي الشمس زيت الدرة زيت الكتان الزيت الحار السمنة الصناعي طيب الزيوت الحيوانية السمنة البلدي والإشطة والزبدة البلدي وغيرها من الدهون اللي هي بتندرك تحت أغذية الطاقة اللي هتولد الطاقة الحرارية لجسم الإنسان تاني حاجة من الأغذية بتاعتي اللي هي مجموعة أغذية الوقاية يعني إيه الوقاية؟ أن اللي بتطقي الجسم من الأمراض بتسرع من عملية الشفاء هي في أغذية بتطقيين من الأمراض في أغذية لو أنا بخدها كمان حتى لو أنا مرد تقدر أنها تسرع من عملية الشفاء أيوة زي إيه؟ الخضروات زي الفواكه زي الميا زي الألياف تالت مجموعة وهي مجموعة أغذية البناء إيه هي أغذية البناء يا سانتانيا؟ اللحوم تيور بأنواعها الأسماك بأنواعها البيض البكوليات والبروتين النباتي زي البروتين النباتي الفول العتس اللوبيا الترمس الحلبة الجوز والفزدق والمكسرات كلها بمختلف أنواعها طيب إيه هي بقى؟ رابع مجموعة اللي مجموعة أغذية الألبان ومنتجات منتجات الألبان اللي احنا كلنا أكتريتنا ما عادش بيشربها أو ما بيلجأش لها مع أنها أساسية ومهمة جدا لجسمك عشان العظام والمفاصل بتاعتك عشان الأسنان بحصل لك شي تسوس في الأسنان أو تشوه أو أمراض الليسة عشان خشونة الرجبة والمفاصل والعظم بتاعك إيه هي منتجات الألبان دي؟ ألا منتجات الألبان اللبن نفسه اللبن الرايب الجبنة بأنواعها الجبنة الأريش والجبنة البيضة والجبنة المسلسات زي الزبادي كل دي منتجات ألبان المفروض أن الشخص يتناولها على مدار اليوم بتاعه يعني يوميا ليه كوب على أقل أو كوبين؟ طب تعالوا بنا نشوف يعني إيه كوب وبيساوي كام واحدة وإيه هم الوحدات أو الكوب أو كام كوب الشخص ده المفروض يتناولها على مدار اليوم قال لي الكوب بين اللبن بيساوي واحدة الوحدة الوحدة بكوباية لبن طيب بتساوي قد إيه من الجبنة الرومي قال لي 30 جرام طب قد إيه من الجبنة البيضة 60 جرام طب قد إيه من الجبنة الأريش كتعة وسط ولا كبيرة ولا صغيرة كتعة أو توسطة وإتنين جبنة مسلسات من اللي هي الجبنة النسطن المسلسة طيب أنا دلوقتي لو طفل المفروض بياخد كام واحدة أو كام كوب لبن على مدار اليوم قال لي من طفل من سن عام حتى 11 عام المفروض إن ياخد وحدتين على مدار اليوم يعني إيه وحدتين؟ يعني اتنين كوب من اللبن طب الشخص المراهج خلاص كبر شوية من 11 سنة ل19 سنة المفروض بياخد إيه؟ قال لي بزود عليها كوب كمان 3 وحدة على مدار اليوم يعني 3 كبيات لبن طيب الشخص اللي هو الحامل السيدة الحامل قال لي تاخد 4 وحدات يعني 4 وحدات يعني 4 كوب لبن يعني تقريبا كيلو طب لو هي بتردع في مرحلة الرضاعة قال لي 6 وحدات يعني 6 أكواب من اللبن طب الشخص البالغ قال لي الشخص البالغ بياخد وحدتين وكبار السنة 3 معنى كده ان الشخص البالغ زيه زي الطفل بياخد وحدتين من اللبن على مدار اليوم او بياخد 60 جرام من الجبنة الرومي او 120 جرام من الجبنة البيضة او من الجبنة القريش قطعتين متوسطاتين او 4 من انلسون طيب ده البالغ زي الطفل طب المراهج قال لي زي كبار السنة اللي بيختلف السيدة الحامل والمرضعة لانها تعتبر بتياخد لشخصين مش لشخص واحد فبتطر تاخد 4 كوب من اللبن اذا كانت حامل و 6 من الوحدات او 6 أكواب من اللبن اذا كانت مرضعة يبقى هنا باختصار المجموعة الغذائية الثلاثة بيندرج تحتها ثلاث مجموعات او ثلاث بنوت اغذية الطاقة اغذية البناء اغذية الوقاية قلنا اغذية الطاقة اللي بتولد الطاقة سكريات ونشويات طيب الاغذية بتاعت البناء اللي هي النمو بتاعت اللي هتساعدنا على النمو وتعويض الانسجة التلفة من الجس في حالة اجراء عملية جراحية في حالة وجود جرح في حالة وجود كسر وخلاف وبتساعد على التقام الجروة زي ايه اللي عنصر البروتين سواء البروتين ده ايه نباتي او بروتين حيواني طيب الاغذية الثالثة وهي الاغذية بتاعت الوقاية اللي هي الاملاح المعدنية والفيتامينات وعنصر المياه والخضار والفتحة جينا للمرحلة التانية ويا المجموعة الغذائية الاربعة قلنا هم نفسهم المجموعة الغذائية الثلاثة زاد عليها واحدة وهي ايه المنتجات بتاعت الالبان بكل انواعها اللبن ومنتجاته المختلفة قلنا اخذية البناء تانية سنة تانية يعني ايه اخذية البناء هو عنصر المسؤول عنها البروتين سواء نباتي او حيواني بروتين النباتي زي ايه زي النباتي زي البقليات الفول والعطس والحمص والترمس واللوبيا والفسولية زي المقصرات اللي فيها بعض الزيوت اللي بتساعد الجسم على النموه بالشكل الطبيعي زي عين الجمل زي اللوز زي الفوزدو زي البندو طب البروتين الحيواني قال للبروتين الحيواني ده زي اللحوم بأنواعها زي لحم الدقن زي لحم البكر زي اللحم الجاموسي زي الأسماك بأنواعها البولتي والبوري والسنجاري لما تعملوا سنجاري او 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 وغيرها من السيفود ومنتجات البحر كلها كل دي أغزية بتساعد الجسم على النموه قلنا كمان عندي الوقاية زي ايه الفيتامينات والأملاح المعدنية عندي تعقيب في النقطة دي بزداد الأغزية البناء اتكلمنا فيها المرات السابقة وقلنا أن في خلط بين الأغزية البروتين النباتي والحيواني أن الناس بتقول أن البروتين النباتي قيمته الغزائية قليلة وقيمة البروتين الحيواني أعلى لا طبعا مش علشان دي بكوليات ودي لحوم فتبقى القيمة الغزائية أقل القيمة الغزائية للتنين واحدة ولكن بيختلف في القدرة الشرائية بس يعني في الساعة آخر حاجة من المجموعة الغزائية الأربعة وهو الألبان ومنتجاتها قلنا الألبان ومنتجاتها يعني ايه كام كوب لبن الشخص ده المفروض بياخده على مدار اليوم كام قطعة جبنة المفروض بياخدها سواء جبنة دي بيضة أو مسلسات أو رومي قلنا أن هي بتتقاس بالوحدات والوحدة بتساوي كوب من اللبن قلنا أن الطفل زي الشخص البالغ بالظبط ليه اتنين كوب من اللبن يعني وحدتين اتنين أما المراهج زيه زي كبير السن ثلاثة كوب من اللبن المرأة الحامل أربعة كوب من اللبن يعني أربعة وحدة أما بالنسبة للمردع لها ستة وليه قلنا هما ليه اتنين بالذات لأن هما بياخدوا الشخصين ليها وللطفل الرضيع أو للسيدة الحامل وليه للجنين ثالث حاجة معينا هو اسمه نموذج الطبق ايه نموذج الطبق برضو بيحتوي على نفس المكملات الغذائية اللي بتحتوي عليها المجموعات اللي احنا لسا إيلاها قال لي نموذج الطبق ده على الفطار اللي هي الطبق اللي انت بتاكله الأكلة الغذائية اللي محدودة قدامك الوجبة الطعام قال لي الطبق ده سواء في الفطار أو الغداء أو العشاء بشكله ازاي قال لي لازم الطبق بتاعي يبقى يحتوي على كل المكملات الغذائية بالإضافة اني لازم احط كوب من الماء جنبي على الوجبة بتاعتي زي ايه خضر وفكهة قال لي الخضروات والفكهة سواء المطهية اللي انت حطيتها في الوجبة وانت بتطبخ الطعام أو غير مطهية اللي هي الفرش ان انت تاخد خيارة فرش أو تمطموية فرش مش مقطعها ومسبكها وحطيتها في قلب الوجبة الغذائية تقطع البصلة وتاكلها فرش مش مقطعه وحطيتها في الوجبة الغذائية شان كده قال لي مطهية أو غير مطهية سواء بالنسبة للخضار أو الفواجه اللي ممكن تسلقها وتاكلها بالنسبة للطفل اللي هو لسه بيرضع فيه بعد مفترة العن بتاعه تاني حاجة النشويات زي الرز والزرة والمقارونة والبطاطا والبطاطس والقلقاس وغيرها من الحاجات اللي بتحتوي على عنصر النشة والسكريات بمختلف أنواعها كمان اللحوم والطيور والأسماك والبقول والمقصرات المرشد الغذائي اليومي ايه هو المرشد الغذائي اليومي يا سنة تاني؟ قال لي المرشد الغذائي اليومي دي رابع مجموعة معانا النهاردة زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة اللي موجودة معانا عبارة عن مسلس هرمي المسلس الهرمي ده في قمته موجود مجموعة الدهون والزيوت قلنا الدهون والزيوت اللي هي الزيوت النباتية والزيوت الحيوانية الزيوت النباتية قلنا زي زيت الدرة زيت عباد الشمس زيت الزتون زيت الكتان وغيرها من الزيوت والتانية اللي هي بتبقى صالبة في درجة حرارة الغرفة زي السمنة البلدي والصناعي والأشطى دي بتقع في كمة الهرم أو في اول المسلس عشان دي العناصر اللي بتمدني بالطاقة بتاعتي من أغذية توليد الطاقة الحرارية تاني حاجة الألبان ومشتقطها وأنواعها سواء كان جبنة سواء كانت ألبان سواء كان لبر رايب سواء كان زبادي ايه تاني بيندرك برضو في نفس النقطة دي أو في نفس المحور ده أو في نفس المسلس الهرمي ده قال لي اللحوم اللحوم والبداية اللحوم هنا البداية اللي قصبها البروتين النباتي اللي هي البوكوليات كمان الخضار والفكهة كل دي منتجات بتندرك تحت المرشد الغذائي ايه تاني قال لي مجموعة الخبز والحبوب اللي بتندرك تحت النشويات كل دي مكملات غذائية المفروض اننا في الوجبة الغذائية بتاعتي لازم ان هي تحتوي على كل العناصر دي المرشد الغذائي اللي موجود قدامنا بينقسم برضو الى سكريات ودهون بينقسم الى لحوم وطيور واسماك ولبن وزبادي وبيض بينقسم الى خضر مطهية وغير مطهية فواكه مطهية وغير مطهية بينقسم الى انها تكون طازجة او انها تكون مطهية النشويات والعجين والدرانات كل الاكلات دي لازم اراعي السعرات الحرارية بتاعتي في كل وجبة من الوجبات دي لما اجي اتناول الطبق بتاعي او الوجبة الغذائية بتاعتي سواء كانت كمية النشويات المفروض بتناولها على مدار اليوم قلنا ان شويات بتندرك تحت اغذية توليد الطاقة الحرارية في جسم الانسان يعني مواد كربوهيدراتية يعني 60% المفروض ان انا باخدهم 60% اخدهم على مدار اليوم يعني كم سعر بمسابة 4 سعر حراري طب الدهون بتبقى كم قال للدهون بتبقى 9 سعر حراري عشان كده بقول ان المفروض مستوى الدهون في جسم الانسان ما ينفعش ان هي تبقى عالية قوي او انا ماخدش دهون بكمية كبيرة علشان ما اصابش بالسمنة المفرطة او ان انا اوصل لمرحلة اجراء عملية جراحية او تكميم معدى وخلافه كمان بالنسبة لي اغذية توليد الطاقة الحرارية في جسم الانسان لازم اخد كمية الوجبة الغذائية اللي هتتناسب معايا علشان ابزل المجهود او الطاقة اللي هتقدرني للعمل بتاعي على مدار اليوم لازم الاحظ ايه هي كمية الخضروات او كمية الفواكه المطلوب ان انا اتناولها يوميا ايه اهمية تناول منتجات الالبان بتاعتي اللي المفروض اتناولها على مدار اليوم يعني ايه منتجات الالبان ايه هي الجبن كل دي حاجات بتفيد جسم الانسان بطريقة او باخرى وقلنا قبل كده ان الكاليسيا مهمة جدا لجسم الانسان اللي هي منتجات الالبان بصفة عامة اللي هيمد الجسم بتاعي العظام بتاعي هيبقى قادر ان انا اقوم اعمل مجهود بتاعي مش هصاب بخشونة اولين في العظام ولا هشيشة في العظام عشان كده دايما يقول ان المرأة الحامل لازم تبتعد عن المشروبات الغذية عن الاكلات الغير صحية او الوجبات السريعة يبقى انا هنا يا سنة تاني علشان اخطط لاي وجبة غذائية معايا المفروض ان انا اعمل ايه ابدأ اخطط لوجبة الفطار وجبة الغداء وجبة العشاء تعالوا اللخص ده تاني كده سريعا الفطار يعد من اهم الوجبات الغذائية اللي المفروض الشخصي لازم يتناولها على مدار اليوم ليه قالني علشان انا لو ما فطرتش هفضل طول النهار كسلين عندي خمول مش قادر ان انا ابزل الطاقة او المجهود اللي المفروض هفزلها على مدار اليوم بتاعي كمان يا سنة تانية وجبة الغداء لازم ان هي بتحتوي او يبقى فيها تنوع في الاكل بتاعي وجبة العشاء لازم ان هي تكون خفيفة ما تبقاش دسمة عشان الشخص يقدر يقاوم بعد كده طول اليوم بتاعه او ما يصبش بكوابيس او احلام مزعجة بعد كده دور الوغذاء في الوقاية والعلاج هو الاكل اللي انا بكله ده ليه دور في الوقاية ودور تاني في العلاج ايوة طبعا ليه دور في الوقاية ولدور في العلاج ازاي قال لي اول نقطة معايا الغذاء مهم جدا من نواحي متعددة لدور كبير فحفظ النوع بتاعي فحفظ البقاء بتاعي الانسان كمان مش هيقدر ان هو يمارس اي نشاط جسمي او عضلي او بدني من غير ما يكون واكل الوجبة الغذائية كويسة بتاعت او اللي فيها كمية غذائية مناسبة للمجهود اللي هو بيقوم به الغذاء كمان له علاقة بالحالة النفسية بتاعت الشخص او الحالة المزاجية انت لو شخص فيه ناس لما بتكون متضايقة او بتاكل كتير في ناس على العكس لما بتكون مبسوطة بتاكل كتير يبقى الحالة النفسية او المزاجية للشخص بتساعده على الاكل او المشروبات اللي هو بتناولها وليها علاقة كبيرة بيها يبقى اول حاجة من دور الغذاء في الوقاية والعلاج ان الغذاء اللي هو دور مهم جدا من نواحي متعددة بيقصر على الحالة النفسية بيقصر على النشاط الجنسي والجسمي والاعباء اللي انت بتقوم بيها والمجهود اللي انت بتتطلع عليه كمان تاني حاجة قال لي ثبت علميا من خلال الابحاث اللي تم اجراءها مؤخرا ان الاطفال من سن سنة لسن خمس سنوات اللي بيتغزوا على غذاء سليم وصحي بينموا بالشكل الطبيعي بيقدروا يبقى اسكية تلاقي كدرة الزكاء بتاعتهم طبعية من سن عام بسن خمس سنين يعني الطفل ده لو خلال فترة الرضاعة اتم العام منص أو السنتين في فترة الرضاعة الطبعية ودخلتنه بعد العام لأول من الرضاعة الوجبات الصحية والمكملات بعيد عن الشبسيات بعيد عن مشهوبات الغذائية بعيد عن اي حاجة فيها مكسبات طعمة أو مواد حفظة الطفل ده هيموه السليم جسميا هيموه بالشكل الطبيعي وفي نفس الوقت هيساعده على الزكاء بقى عنده قدرة على الزكاء عنده قدرة على استعاب الأمور تفكيك الأشياء وإعادة تركيبها بالشكل الصحي قال لي كمان علشان ما تزددش نسبة الوفيات نتيجة الأمراض ومضعفاتها اللي بتيجي من عدم الغذاء بالشكل الصحي لو جينا نلاقي اللي الأطفال اللي بيتغزوا على الأكلات الغير صحية والمقليات والشبسيات نلاقي ان هما بيصابوا بأمراض كتيرة جدا والأمراض دي بتصيبهم بأناميا والأناميا لو وصلت لدرجة معينة ممكن تقد الطفل ده إلى الوفاة ده لتحاجة من دور الغذاء في الوقاية والعلاك ثبت ان الغذاء مهم جدا في مقاومة مرض المراليا اللي انتشر اللي كان بييجي عن طريق الزباب وغيرها من الحشرات اللي أصاب مصر واسمعنا عنه سنة 48 قال لي وزارة الصحة وزعت الأطعامة في سعيد مصر مما قد إلى انخفاض الإصابة بالمرض ده فانخفضت معاه نسبة الوفيات في الأطفال المرض ده كان صعب جدا مرت مصر في المرحلة دي بمرحلة تعيسة جدا لأن نسبة كبيرة من الأطفال توفت في الفترة دي عشان كده وزارة الصحة جاهدة تنقامت وسعت إنها تعمل وجبات غذائية متكملة صحيا للأماكن دي في صعيد مصر عشان تقضي على المرض ده نهائيا والفعل نجحت في القضاء على المرض ده وقللت نسبة الوفيات اللي حدست في الوفيات سنة 48 أربعة في أدلة واضحة وصريحة جدا على ارتباط الصحة السيئة بالغذاء الغير متكامل يعني إيه قال لي دايما في مقولة كده دايما بنقولها إن العقل السليم في الجسم السليم يعني أنا لازم أكل كويس عشان جسمي يبقى كويس عشان أفكر كويس يبقى الأكل لو أنا أكلت أكل صحي أحافظ على وزني يعني ما جيش أكل كمية دهون كتير أصلا أنا بأكل لا أنا بأكل بجابات صحية كمية مناسبة أحس بالشبع تمتلق معدتي وفي نفس الوقت أخدت المكملات اللي هتفيدني اللي هتمديني بالطاقة اللي هتقدر تخلي جسمي شكله صحي وسليم مش إن أنا أخد حاجة غير صحية تصابني بأمراض أو تصابني بسمنة لا العقل السليم في الجسم السليم خد الوجب اللي هتناسب جسمك تحافظ عليه وعلى شكله الطبيعي وشكله يكون كويس وفي نفس الوقت يديك قدرة على الزكاء ويبقى زهنك دايما حاضر وعندك قدرة على التفكير كمان إن الغذاء لازم يقدر يكون مقاوم للعديد من الأمراض المعدية وغير المعدية يعني إيه المعدية وغير المعدية عندنا أمراض كتير يا سنة تانية معدية ممكن تعديك زي أمراض الإنفلوانزا زي مرض الكورونا زي الأمراض اللي احنا متعايشينها في العصر ده أمراض تانية ما بتبقاش معدية زي إيه زي الأمراض اللي هي بتصيب العزام أو بتصيب المفاصل أو إن هي بتصيب الرئتين وغيرها من الأمراض التانية وبكده يا سنة تانية نكون اتعرفنا النهاردة عن أهمية تخطيط الوجبات سواء كانت الوجبة بتاعتي دين فطارك أو غداك أو عشاء عرفنا إزاي بنخطط لها عرفنا إيه هي العوامل اللي المفروض بحطها في اعتباري لما باجي أحضر الوجبة بتاعتي إن هي تبقى مناسبة للسن بتاعي مناسبة لحالة الفيسيولوجية مناسبة للمجهود البدني تحتوي على سوائل ومية عشان تساعدني على الهضم بتاعي علشان تحافظ على إن أنا أمدي جسمي بالطاقة اللازمة لي اتكلمنا تاني عنصر عن وسائل تخطيط الطعام أو الوجبات الغذائية اللي بتنقسم إلى أربع مجموعات المجموعة الغذائية الثلاثة المجموعة الغذائية الأربعة نموذج الطبق وأخيرا المرشد الغذائي اليومي وقلنا إن كلهم بيندرجوا تحت مسمى أو بند واحد وأغذية الوقاية أغذية البناء أغذية الطاقة بالإضافة إلى أن المجموعة الغذائية الأربعة ونموذج الطبق والنموذج المرشد الغذائي بيزيد عليهم منتجات الألبان بكل أنواعها والجبن بمختلف أنواعها وبكده سنة تانية نكون وصلنا النهاردة لنهاية حلقتنا لهذا اليوم ونلقاكم إن شاء الله على خير في حلقة سابقة إن شاء الله قادمة ونستنظر معكم أي سؤال أو أي استفسار على موقعنا على التواصل الاجتماعي كتاع التعليم الفني على اليوتيوب وشكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله